موسيقى عدنا اليكم من جديد توتر شديد شهدت العلاقات المالية الفرنسية تبعه خطوة جدية من المجلس العسكري الحاكم في باماكو تمثل بطلب مغادرة سفير فرنسا لأراضيها في غضون ثلاثة أيام بعد تنديد الحكومة بما وصفته بالتصريحات المسيئة لها من قبل مسؤولين فرنسيين من شأن هذا التطور أن يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد الواقع غربي أفريقيا بظل ماض استعماري فرنسي في أفريقيا ترك آثار كارثية لا تزال ماثلة إلى اليوم حيث ارتكب الاستعمار الفرنسي مجازر فضيعة بحق القارة الإفريقية وخاصة في الجزائر هل حان الوقت لتنتفظ إفريقيا وتوقف الاستغلال الفرنسي وهل الخطوات التي قامت بها كل من الجزائر ومال ضد النفوذ الفرنسي ستتكرر في بلدان إفريقية أخرى نفتح نقاش في ملفنا الثاني لهذا المساء ولكن بعد هذه المادة المعلوماتية نفتح نقاش في ملفنا الثاني لهذا المعلوماتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفي البداية ما اتخذته مالي في الفترة الأخيرة قبل أيام من طرد السفير أو يعني انذار السفير الفرنسي بالخروج خلال 72 ساعة من باماكو كيف وجدت هذا الأمر خصوصا وأنكم أيضا على علاقات في الجزائر علاقات متوترة وأنه يرى مع فرنسا في هذه الأحيان بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولكل مشاهدي قناة المهرية نعم هذا الوضع الذي وصلت إليه العلاقات المالية الفرنسية لم يأتي هكذا وإنما جاء بعد تراكم توترات بين البلدين وذلك عقب الانقلاب العسكري الذي وقع في غصص 2020 في مالي ثم الانقلاب الثاني في 2021 يعني أنه مالي شهدت انقلابين في ظرف سنة لنس المجموعة الانقلابية ووصول وذلك بعد ثورة شعبية قامت في مالي ومن بين مفردات هذه الثورة الشعبية في مالي هو عدم الوجود الفرنسي يعني مناهضة الوجود الفرنسي في مالي وبالتالي كان من شعارات هذه الثورة هو خروج القوات الفرنسية لماذا نقول خروج قوات الفرنسية؟ لأنها متواجدة في المالي منذ سنة 2013 بحجة القضاء على الجماعات الإرهابية في شمال مالي التي كانت في فترة معينة سيطرت على ثلثي البلاد الشمال ووسط مالي لكنها فشلت بعد تسع سنوات وهي مسنودة بالقوات الأوروبية المتحارفة معها والقوات الأمم المتحدة وإلى غير ذلك وقوات الساحل الخمس الإفريقية لكن لم تستطع فرنسا التي تقود هذه القوات وهي التي تحوز على أكبر عدد من جنود ومن التواجد العسكري أن تؤمن مالي وبالتالي يقول الماليون ما جدوى وجودها على أراضينا بالإضافة أنه تأكد أن لهذا أدوار ذهبوا بعيدا في الموضوع وأنهم يتهموها بالتواطع مع الارهابيين إذن من هنا جاءت التوتر جاءت التوتر خلفيته شعبية وبالتالي كان مطلب شعبي هذا توافق مع أن العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم عاصمي قويت توا زملاء أو تجاوبوا مع المطالب الشعبية مع المطالب الشعبية ولا ننسى دور دور القيادات الدينية في مالي برئاسة الشيخ محمود داديكو وزملائي في المجلس الإسلامي الأعلى وهو هيئة مستقلة ليست حكومية كان لها دور كبير في الثورة المالية هناك توافق كبير بين هذه الأطراف وكذلك قوى اجتماعية وسياسية أخرى لهذا جاء التوتر وبالتالي مجرد بمجرد ما تمكن العسكريون من ضبط الأمور في القلاب الثاني وفي القلاب الثاني وسيطروا على الوضع في مالي بدأوا في ترتيبات لإخراج فرنسا فرنسا ثارت ثائرتها عندما أدركت بأن لاعب جديد دخل إلى الصحة المالية هو الروسيا عن طريق مجموعة الفاقنان تأكدت كذلك فرنسا بأن الجزائر تلعب دور إيجابي وإيجابي كبير في مالي من أجل استقرار المالي ولم تتخلى الجزائر عن مالي يوم ما بل المساعدات والدعم موجود ومتواصل والتنسيق والزيارات متتابعة حيث أن وزير الخارجية الجزائر مطلع ممرة زار المجلس العسكري ورئيس المجلس الانتقالي وزار كذلك الشيخ محمود ديكو لإدراكه بأن هؤلاء من اللعبين الرئيسيين في الساحة المالية أدركت فرنسا بأن هؤلاء الجزائر ثم الروس الذين قدموا إلى منطقة حديثا سيقوضون كل مشاريعها وثارت ثائرة وبدأت في التصرفات الغير منضبطة وبدأت الأخطاء الدبلوماسية وبدأت التصريحات الاستعمار يعادة مفرضات الاستعمار والتعالي وشهدنا ذلك من رئيس الدبلوماسية الفرنسية جون إيل ليدريو لكن ما طبيعة حتى لنذهب بعيدا عن قضية ذكر يعني بوغنر الموجودة في مالي ما طبيعة وجودها داخل مالي حاليا؟ هم يقولون المجلس العسكري يقولون بأنها ستقوم بمهمات حماية للمؤسسات الرسمية وشخصيات الهامة باعتبارها شركة حماية عسكرية لكن يدركون أنها لها دور أكبر من ذلك وشهدنا ذلك في ليبيا وبالتالي وهي ليست بعيدة عن القرار الروسي الفرنسيين يعرفون بأنها قوة صلبة روسية غير معلنة أو مكيفة بالتكييف الإفريقي وبالصورة الفرنسيون والغربيون يدخلون عن طريق يستغلون مجلس العامل يستغلون المؤسسات الدولية للدخول في أكثر من موقع في العالم في إفريقيا وفي آسيا وفي أكثر من موقع وشهدناهم حتى في الثمانيات في أمريكا اللاتينية الآن يدركون أن روسيا عادت واستقرت والوضع الآن لروسيا تعافت من كبوة تسقوط الاتحاد السوفيتي وهي تعود للساحة الدولية في أكثر من موقع في كزاخستان في أوكرانيا في أكثر من في سوريا وفي ليبيا وهي الآن تريد أن يكون لها موقع قدم في إفريقيا وبالخصص إفريقيا الغربية عندما لاحظت على إفريقيا الغربية هي الثقل السكاني الأكبر في إفريقيا بمعنى هي الثقل الاقتصادي الأكبر بمعنى مجموعة الإكواس والتي تضم 15 دولة في أفريقيا الغربية بقيادة نيجيريا والتي تحوز على أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر تعداد السكاني بأكثر من 200 مليون ساكن هي ثقل الاقتصادي ضخم وضخم جدا دخل لعبين آخر كصين وتركيا لمزاحمة القوى الاستعمارية التقليدية ممثلة في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يدركون أن مجيء الروس كذلك بجانب الأطراك والصينيين سيقوض التواجر الاستعماري التقليدي الكلاسيكي في المنطق إذن يدركون بأن مالي مهمة ومهمة جدا ومن هنا ندخل لماذا مالي تحديدا مالي هي بلد مفصلي وله موقع استراتيجي في أفريقيا الغربية من ناحية قد يبدو للبعض أنه دولة حبيسة ليس لها سواحل وليس لها منفذ بحري لكنها الدولة التي لها على أكبر عدد من الحدود مع دول غرب إفريقيا وشمال إفريقيا ووسط إفريقيا وموقعها استراتيجي هذه الأولى الأمر الثاني أن الشعب المالي منتشر في كثير من الدول عن طريق التجار وعن طريق الحركة التجارية بل أن السينيغال من أكبر المتضررين بالعقوبات الإكواس لأن كل الأمور تأتي من السينيغال وكود ديفور هناك تدخل اجتماعي وعرقي بين هذه الدول المحيطة وهي أن السينيغال وجنوب موريطانيا وبوركينافاسو والشمال النيجيريا والنيجر وبالتالي وجنوب الجزائر هناك تدخل عرقي كبير بين مكونات الشعب المالي وكل هذه الدول يهمها استقرار المالي إذن السيطرة عن مالي واللعب دور رئيسي في مالي سيكون له تدعيت ولاحظنا ذلك ما وقع في بوركينافاسو لاحظنا ذلك ما وقع في محاولة الخلاف غيري بساو أعتقد أن الزلزال مركزه في مالي لكنه تدعيته في بقية الدول وسيتبقى هذه التدعيت خاصة أن فرنسا تريد أن تستخدم ورقة الإكواس وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمحاصرة مالي لكن هناك عدم سير في هذا السير وهي سير العقوبات من طرف غينيا من طرف موريتانيا والأهم الجزائر التي قالت بأن هذه العقوبات لا تأتي بنتيجة وإذا كانت مشكلة خمس سنوات التي أعلنها المجلس العسكري غير طويلة فيمكن تفهموا عليها دون الذهاب إلى العقوبات التساوية لكن فرنسا هي من تضغط حاليا على مالي فقط وإنما المجتمع الدولي أيضا وجدنا هناك تنديدات من ألمانيا تنديدات من الأمم المتحدة بالخطوة التي اتخذتها الإدارة العسكرية للحكومة الحالية في مالي في باماكو تجاه ما فعلته مع السفير الفرنسي نعرف أن بعد الحرب العالمية الثانية واقتسام العالم واقتسام النفوذ أن شمال إفريقيا وغرب إفريقيا وصل إفريقيا مناطق نفوذ فرنسية والعالم والقوى الدولية تسلم لفرنسا بهذا الدور وبالتالي الجميع يتبع الموقف الفرنسي إذا فهو موقف ألمانيا والأمم المتحدة يعني نتكلم عن المجلس العالم وبقية الدول القوية الأخرى هي تتبع الموقف الفرنسي وبالتالي الموقف الفرنسي هو المحرك وهو الذي يؤثر في بقية المواقف الدولية يسلمون للفرنسيين بهذا الدور والنظر لتداعيات ونتائج الحرب العالمية الثانية والنظام الدولي الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية إذن فرنسا هي اللعب الرئيسي في المنطقة والتفاصيل كثيرة وكثيرة لأنها تسيطر على البنك المركزي لمجموعة الدول غرب إفريقيا والفرنك الفرنسي الإفريقي السيافة هو المتعامل به لولا الآن عودت نيجيريا ومطالبتها بإصلاح هذا الوضع المأزوم لبقت الأوضاع أكثر تدهورا حتى أن الرئيس الفرنسي قدم مجموع من التنازلات أن نتحول مجلس الإدارة مناصفة هو كذلك تحويل المركزي في إفريقيا لكن نيجيريا تربض إذن النفوذ الفرنسي هو النفوذ كبير جدا جدا في هذه أداء الدول والشعوب المنطقة اكتوت بنار الاستعمار واكتوت بنار الهيمنة الاستعمارية التي تتوقف هذه الشعوب كلها أخذت لكن هذا الاكتواء لماذا في هذا الوقت بالذات؟ هل شجعت الخطوات التي اتخذتها الجزائر من قبل تجاه فرنسا دولا أخرى كي تحذو حدوى ما قامت به الجزائر تجاه فرنسا؟ نعم الجزائر نرجع للتاريخ نفسر قبل بخمسينات القرن الفارط نفسر ما يحدث كذلك الآن الجزائر قامت بثورة تحريرية كبرى في الثورة المتميزة في العالم العربي وإفريقيا والعالم الثالث فكل الناس تنظر الجزائر بالنظرة الإيجابية بأنها بلد ثوري بلد يحتضل حركة التحر وبالتالي المجابة عنده وقدرة المقاومة للنظام الإمبريالي العالمي كبيرة وكبيرة جدا مقارنة بهذا الدول فهو ينظرون للجزائر بهذه النظرة فبطبيعة الحال هي تشجع بقية الدول أن تقتوا هذه الخطوة لكن لابد أن نغفل ولا أن نغبط حقوق الشعب المالي الشعب المالي شعب عريق وكان يملك أمبراطورية كذلك في غرب إفريقيا أمبراطورية غانا وأمبراطورية مالي وأمبراطورية السانغاي وهي أمبراطورية ضخمة كانت تجاور الأمبراطورية العثمانية كانت متواجدة في شمال القارة الإفريقية أمبراطورية السانغاي قلبها هم الماليين قلبها هم الماليين الذين كانوا يقودون كل هذه المنطقة لهم طموح وإرث حضاري وإرث كبير ولهم زخم ثوري حتى سيطرت فنص على مالي احتاجت وقت كبير مقارنة بدول أخرى في المنطقة فالماليين دولة وشعب قوي له زخم ونفس ثوري كبير فهو يقاوم بطبيعة الحال الثورات تتعاون الماليين ينظرون إلى الثورة الجزائرية نظرة احترام وكانت الجزائر مالي متحرفتان في الستينات كانت مالي هي أحد معاقل الثورة الجزائرية كانت تمدها بالسلاع كان لهم دور كبير الماليين في دعم الثورة الجزائرية وبالتالي الجزائر ترد لهم هذا الفضل إذن هناك اتفاق بين الجزائر ومالي على مقاومة الاستعمار الفرنسي وكل القوى الامبريالية التي تأتي إلى المنطقة في الماليون الآن يحسون ويقومون حتى لا أقول يقومون بدور طلائعي في المنطقة غرب أفريقيا وسيكون له تدعية في كل المنطقة الجميع مجهز بالمناسبة مجهز لهذا الكشعور مجهزين لهذا الدول فقط بعض الحكومات الموجودة في غرب إفريقيا ما زالت سيطرة وهيمنة فرنسا عليها قوية وقوية جدا ولا تزرع على القيام بأدوار مثل ما يقوم به الماليون في بلدهم لكن في ظل هذه السيطرة الفرنسية التي تتحدث عنها أو تحدث عنها قبل قليل والتساع أيضا بالتزامن مع التساع الهوى وظاهرة الرفض الشعبي والدولي في دول إفريقيا أو تنامي هذا الرفض للقوى الفرنسية داخل القارة الإفريقية يرأيك هل من الممكن أن تترك فرنسا القارة الإفريقية بهذه السهولة ما هي الخطوات التي من الممكن أن تلجأ إليها فرنسا لكبت تنامي هذا الرفض هي لن تترك القارة أنا قلت ربما لم أفصل كثيرا في نهاية الخمسينات هي قررت أن تعطي الاستخدام لكل هذه الدول التي نعرف نتكلم عنها في غرب إفريقيا وكذلك في وسط إفريقيا في سنة 1960 التي تحتفظ بالكعكة الكبيرة الموثلة من الجزائر لو تفهم قصدي أنا لم أقصد أنها تترك القارة بوجودها داخلها إنما تتركها لصالح دول أخرى الآن دخلت مثلا روسيا كما قلت كقوة اقتصادية كبيرة تركيا دخلت على الخط في هذا الموضوع هل من الممكن أن يسحب البساط من فرنسا بهذا الشكل وأن لا تلجأ إلى خطوات تكبت هذا الموضوع هي ممكن هي مكرهة وليس أولا دخولها الصينيين والأطراق والروس جاء بقوة استراتيجية هذه الدول بمعنى الصين القوة الاقتصادية الكبيرة التي لها مشروع كبير لإفريقيا وخاصة مشروع الحزام الواحد والطريق الواحد المشروع الضخم يمر بإفريقيا في شرقها وغربها له تأثير لكذلك قبل ذلك الصين تواجدت بقوة في الدول الإفريقية وتحولت من أكبر الموردين للسلع والخدمات في إفريقيا وبالخصوص إفريقيا الغربية موضوع حديثنا كذلك الأطراق تحولوا إلى قوة اقتصادية كبيرة وأصبعت وجهة الخدمات والسلع التركية بقوة وكذلك القوة الناعمة التركية تواجدت بقوة في السنوات الأخيرة عن طريق المنح الدراسية وبالتالي نخبلها علاقة بتركيا كل هذه ساهمت بالدخول الصيني والتركيا الآن نأتي للروس الروس لم يدخلوا بهذه الطريقة يدخلوا بهذه الطريقة معروفة عندهم وهم يملكون القوة العسكرية القوية ودخلوا في كونجو الدموقراطية دخلوا في ليبيا والآن يدخلون إلى عن طريق التعاون الأمني التعاون الأمني هم قوة عسكرية نعرف أن روسيا ليست قوة اقتصادية كبيرة ولها خدمات وتجارة كبيرة وإنما هي الدولة بيترولية غازية بل لذلك قوة عسكرية فتوجد سيكون تواجد عسكرية تستفيد من الإرث السوفيتي الكبير تملك قوة إمنية ومخابرات قوية عالمية وتملك قوة عسكرية كبيرة فهي ستتواجد بهذا الشكل وسيكون لها تواجد ونعرف أن روسيا إذا دخلت مكان لا يمكن إخراجه فيه إلا بصعوبة كبيرة باختصار شديد بأقل من نصف دقيقة يعني من المرجح من الدول الإفريقية الآن لينحى منح الجزائر وماله في المستقبل القريب أنا أعتقد كل الدول كل الدول هي معرضة لتغييرات كبيرة لأنه حتى الوسائل الإكواس والذين يجتمعون كل فترة من أجل فرض عقوبات فشلت لأنها كثرت فكل الدول أعتقد الدول الفرنكوخونية بالتحديد باستثناء أستثني فيها ربما السينيغال وكود ديفوال لأنه النفوذ الفرنسي كبير وكبير جدا بقية كل الدول هي مؤهلة لصدمات شاهدنا بوركينفاسو مثال كل الدول التي تعيش وضع صعب فأرجح كذلك النيجر سيكون فيها تطور في الفترة القادمة لأن الوضع الأمني فيها متدهور والوضع الاقتصادي متدهور وتتأثر بمالي وتتأثر بوركينفاسو وبالتالي أرجح أن يكون هناك تطورات شبيهة مما حدث في بوركينفاسو في السينيغال والمالي وغنيا بساوي إذن المحلل السياسي الدكتور إدريس ربوه كنت معنا في الستوديو نشكرك شكرا جزيلا مشاهدة كرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتي ملفات لهذا الأسبوع انتظرونا في الأسبوع المقبل إلى ذلك الوقت نترككم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة